قولي طب يا عيسام انت بدأت الموضوع ده من امتى وبدأتو ازاي من حوالي ثلاث سنين كده لما سفرت ماليزيا وخدت هناك كرصات برمجة وكده وطبعا يعني عرفت ازاي هكر الموبايلات واصحب الديتها من عليها بس يعني وبعدين ولا قبلين لما رجعت بقى مصر كان الموضوع بالنسبة لمجارة الزار هزر مع صاحبي اصحب الديتها من تليفون وهكر تليفون ده مش اكتر الى ان واحد صاحبي جاب نزل جوزت على الفيس ونزل رقم تليفوني وقال يا جماعة ده هيسم ده هكر جامد كلام منك في نفس اليوم ديت حد بتصل بايا قالوه قال لي ايوة هيسم معي اطبع هيسم معاك بدون مقدمات قال لي انا فلان الفلان وعايزك تهكر لي تليفون شريكي وهديلك مليون جنيه مليون جنيه طبعا مبلغ كبير جاغل العينك طبعا الافات بقى بيكلموني واحد اتصل بايا يقول لي بقولك ايه هكر لي تليفون مراطي واحد اتكلمني تقول لي هكر لي تليفون جوزي واحد يقول لي هكر لي تليفون بنتي وماقولكش بايا دكتور قالواحد شاف فضايح نادرا لما تلاقي حد سلك للي خلقه مفيش بجد مفيش تخيل واحد باشا راجل محترم جدا متجوز واحدة مش مخليها عايزة اي حاجة بتخلهم دورها مع حتة عيل صائعة وبيستجله وبتصرف عليه لقيتها بقى بعتالوا سورها وفيديوهات أنا تعبت يا دكتور نيف سا بطل الشغلانة دي؟ نيف سا غير شكل لحياتي كله؟ طب قول لي يا هايسم عندي سؤال كده هو قلوش علاقة من موضوعها وحب استطلعها مش اكتر انت بتحكر التليفون ازاي؟ لينك ببعت لحضرتك لينك فتحته تليفونك بقى في جيبي نقطة من اول السطر ده هاجي بنخلتك اللي بيطلبك هالواتساب تاني؟ ولا ده حد تاني؟ لا يا ماما ده أدم أدم؟ طب كويس؟ بقيت يتطمن عليكي؟ لا يا ماما ده بعيت لي لينك كده بس ما بيفتحش أكيد شاف حاجة عجبته على الفيسبوك وبعتالي طب يا حبيبتي ما تحاولي تاني يمكن يفتح أبوكي عمل معي الدنيا اشترك في بقات واتشة الشهرية 14 جنيه 99 أرش وبقات سنوية 149 جنيه 99 أرش